كان معانا محمود محمود كان بيقول انه هو تاريخ مده 9-4-92 ايبا نعم طبعا برج الحمل بالنسبة الاخ محمود الاخ محمود انا شايف علم السنة في علم الابراج ومنحكي في علم الابراج وعلم الارقام اول حاجة الاخ محمود هو عنده تهور كتير في اتخاذ قراراته كبرج وكارقام نحن منقول له بس اخ محمود هدي شوية خلي الامور هادية ما بلاش تتهور باتخاذ قرارات لان انت بتندم كتير وقت بيحكي كل حاجة بقلبه وقت بتهور بيندم بقول يا ريت ما قلتش يا ريت ما حكيت حاول تهدي الامور لكن انت يا اخ محمود عندك كاريزمية بالشكل محبوب من طرف الاخر ممكن تنجح في الرياضة في علم الارقام وممكن سفرك يعني بتنجح في السفر ارقامك الى اي حقات سفرك ممكن تعيش برة وتنجح في الرزق برة انت عصب شوية طبعا من البرج ومن الارقام نحن نحكي عن برج الحمل الحمل السنة دي عنده شهرة ونجح في مركزه الاجتماعي والسمعة وتغيير للعمل وتغيير السكن حيكون ناجح جدا اما من ناحية ارقامك يا اخ محمود الاسبيشال الخاصة بي انت عندك دعم السنة دي من الصداقات يعني فيه اصدقاء حتدعمك حيقفوا جنبه ماديا معنويا اي كان وعنده تحقيق امنيات وامال ورغبات حتكون رائعة جدا وعنده الوفرة المالية بعلوم الطاقة طيب ناخد سلمة لشان سلمة هي وزوجها وولادها سلمة تاريخها 10-4-67 وزوجها 11-10-67 التوافق ما بينهم هيبقى ايه حظها ايه هو زوجها وحظه ايه نعم بالنسبة للأبراج الأبراج متفقين نحن الحمل مع الميزان كان مبدئيا كصفة عامة طبعا نحن كمان احيانا ناخد الأسماء إلى دور نشوف الأسماء نشوف الأرقام نشوف الأبراج فيه ثلاث حاجات نشوفهم حتى نحدد ضقة التوافق أما هلأ حاليا نحن مش اخدين الأسماء مظبوط كلها الأرقام أو يعني 10-4 ميزان مع الحمل حلو يعني في الدائرة الفلكية الحمل أصاده الميزان والميزان أصاده الحمل بالنسبة اخت سلمة هي أنا شايف هي انسانة قوية جدا بعلم الأرقام وشخصية قوية عندها الطموح عندها التفاؤل عنيدة كريمة بالحق طبعا وليها مغامرات بتحب المغامرات عندها الجرأة ما شاء الله أنا شايف عندها الجرأة السنة دي عندها نجاح في عملها إذا كانت تشتغل أو إذا مش بتشتغل فيه عندها نجاح في عملها وفيه عندها حاجة من نوع زيادة وزن هي بعلم الأرقام مش بعلم الأبراج نحن قلنا الحمل السنة دي عنده شهرة في السمعة في العمل في كل حاجة أما في علم الأرقام الأخت سلمة هيكون عندها حاجة بزيادة الوزن إذا كانت تخينها تنتبع ما تتخنش أكتر تحاول يعني الكورونا الصينية دي ما سابتش حد نعم في عادة البيت أنا عايش يا سلمة يعني برحتك بس إيه يعني مش قوي خلاص كلنا تخننا يا دكتور نعم أيوة فعلا الأكترة الناس تخنت في العادة البيت لكن أنا شايف الأخت سلمة ممكن كان بحياتها فيه كان فيه خطوبة فكت خطوبة قبل جوازها أو حصل شيء من موضوع الارتباط الزوجي يعني فيه عندها حاجة من مشكلة أنه في الارتباط أو الخطوبة ده اللي أنا شايف أخت سلمة لكن هي قوية وعندها ثقة بنفسها أنا بقول لها بهنيك يا أخت سلمة خليك ثقتك بنفسك وطموحك وتفاؤل شطر يا سلمة برابع عليك نعم بس رائعة جدا سنة روعة عندها في عملها في سمعتها وفي صحتها بس نحن بحذرها أخت سلمة إذا حصل شيء في صحتها ما فيش خطر الممكن يظهر مرض عشان يتعالج لكن ما فيش خطر عليك طيب أنا هاخد مدخلة سريع عشان ولاد سلمة بردو معي أحمد سوا خيري أحمد برد خير أحمد السيد أهلا بي 19 تلاتة 19 تلاتة 19 تلاتة أيوة 19 تلاتة متشكرا حضرتك أوي شكرا هنرد على حضرتك على طول طيب سريعا بقى ولاد سلمة عشنا يستعرف 10 تلاتة 97 و 6 4 93 نعم بالنسبة للعشرة ثلاثة يعني فيها ابنها زي مامته شخصية عوية وعنيد فضولي شوي بالنسبة للعشرة ثلاثة بس أنا شيف أنه عنده دعم صداقات السنادي لعشرة ثلاثة وحيكون أموره بخير وابنها رجل في معنى الكلمة يعني طموحاته قوية وبس ما يعنيتش لأنه عنده العند شوي قوي بتشبس في رأيه ومش بسمع النصيحة 6-4-93 كمان ابنها الأخير السنادي عنده 6-4 في أرقامه في عنده تغييرات في مجال العقارات سكن تغيير شراء بعربية أي حاجة في عنده نجاح في موضوع الأمور دي وحساس جدا 6-4 كتير حساس ولطيف جدا ودماته قريبة لازم حد يتعمل معه بالطيبة والكلمة الحلوة طيب ناخد بقى في 3-6-92 3-6-92 طيب طبعا أنسة لا ذكر أنسة نعم السنادي يعني الفترة الماضية كانت صحيا تعبان يعني تعبان شوية بسبب كان أنه الشمس في التور كانت عاملت له مشاكل للجوزات من فترة شهرة أربع أسبوعين لكن أنشف البنوتة دي عندها السنادي بعلم الأرقام سنت حتتمتق بحياتها حيكون عندها متعة حيكون عندها المسارات والتفاؤل وفي عندها إذا متجوزة طبعا ما عرفش إذا متجوزة ممكن يكون عندها إنجاب إذا مرتبطة يعني حيكون ناجح عندها بس من بعد 25-6 الأفضل أنا شايف أنه أرقامها في تحقيق أمنيات وفي عندها يعني السعادة الرائعة جدا جدا السنادي الحب والمال والعاطفة طيب معنا كريمة صباح خير صباح النوري الحمد لله أوليلي بتصدقي في الأبراج وكده أوه طبعا طيب يلا أوليلي تاريخ ميلادك إيه من عشر لتمانية أيوة عشر تمانية سبعة وتسعين أوه سبعة وتسعين أيوة حاضر أوكي هنرد عليك على طول دكتور طيب فيه أربعة تسعة اتنين وخمسين أربعة تسعة اتنين وخمسين أونسة أونسة طبعا أول حاجة هي بورقة العزراء بس عندها التقلبات بأراءها وأفكار كتير الروتينة هو عدو اللدود عندها الحس السادسة القوية أنا بنصحها دائما تنبأتها فعلا رهيبة الأصل ممكن تكون مش قاهرية ممكن كانت بمحافظة تانية عاشت في القاهرة ممكن تساعد